موسيقى 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 اليوم باش نتحدث على عركة كبيرة كبيرة على المواقع الاجتماعية جدال بين الإخوان المشرق وإخوان المغرب العربي يعني إخوان تونس الإخوان المشرق هوما وجدي هنيم وأيات عرابي وهذا الجدال حول يعني وقع بعد وفاة الرئيس محمد الباج القيد السبسي الله يرحمه وحول خطابه العلماني حول مشروع المساواة في الإرث والقانون المصادق عليه الذي يخول المرأة المسلمة من الزواج من الرجل الغير مسلم يعني هناك محاولات تكفيرة للرئيس السابق من طرف وجدي غنيم ومن طرف أيات عرابي ومحاولات الدفاع وتبرير من طرف إخوان تونس مثل عبد الفتاح مورو ومثل أيضا البشير بن حسن الإمام البشير بن حسن يعني هناك يعني عركة كبيرة لكثرية الخلاف هذا يظهرنا برشة حاجات برشة اختلافات بين إخوان المشرق وإخوان المغرب العربي استنتجت من هذه الخصومة اختلاف جذري بين إخوان المشرق وإخوان المغرب العربي إخوان المشرق يظهروا أكثر تعصب وأكثر تقليد ونقل للموروث الديني والتاريخي يعني هم أقل عقلانية يعني هم بصراحة أقل عقلانية وأقل مرونة وحسب تصرفاتهم وعقوالهم وطريقة إدارتهم للثورة المصرية نقدر أن نستنتج أن فكرهم المتعصب وغير الاستراتيجي لا يؤمن بالحوار ولكن يؤمن بالسهولة بسهولة التكفير ولعنة المخالف في الرأي يعني ليس لهم ثقافة الاختلاف في الرأي يعني تكون بيضة أو كحلة بيضة أو سودة ولهذا السبب الرئيسي أظن أنهم لم ينجحوا في ثورتهم في مصر وحتى في سوريا لأنهم لم يستطيعوا على مواجهة السهام الثورة المضادة ولم يستطيعوا التأقلم مع الواقع لأنهم متشددين فكرياً وعملياً وإلى تحالفات استراتيجية مثل ما صار في تونس مع السيد راشد الغنوشي والقيد السبسي يعني هم يعني عايشين في القطيعة مع العلمانيين وهذه القطيعة أدت إلى صراع صراع يعني عسكري وصراع ومواجهات عسكرية بين الشقين ولهذا نقول أن مصر أصبحت يعني أصبحت ديكتاتورية عسكرية لأنهم لم يستطيعوا التوافق ولم يستطيعوا التوافق يعني لم يستطيعوا التوافق والتصالح بين الشقين ولكن في تونس أحنا يعني تحصلنا على هذا التوافق وعلى هذا التصالح للمصلحة العامة لكي تونس تعيش ولكي تونس يعني تنمو ولكي تونس يعني أولادنا يكبروا في أمن وفي سلامة كلام عبد الفتاح مور وعلى وجدي غنيم أنا أجده كلام سلبي جدا ومبالغ فيه لأن لا يمكن أن لا نستطيع أن لا يمكن أن نعتبر إمام مثل وجدي غنيم كقذارة من القذرات أو بنطق اسمه يجب علينا الوضوء من الجديد يعني أعتبره كنجاسة وهذا أعتبره كلام يعني مبالغ فيه ومبالغ فيه ويجرح يعني شعور الناس شعور بن وجدي غنيم والأكثرية شعور الناس يعني الناس الموالين لخطابه بصراحة يعني الفكر الأخواني المشرقي فكر عمودي وفكر يعتمد على النقل والتقليد يعني وعلى منهجية العمودية التي تأتي من النص إلى الواقع يعني ليس لهم منهجية منهجية يعني منهجية تفكير عمودي لماذا؟ لأنه يأتي بنظرية بالنص ويحاول يطبق النص بطريقة كاملة على الواقع ولكن الواقع لا يقابل النص يعني إذا الواقع يعني المشكلة يعني هناك مشكلة التأقلم يعني الإخوان في المشرق لا يتأقلمون مع الحاضر مع يعني مع العالم اللي هو في تطور يوميا يعني وتكفير الرئيس السابق من طرف الإخوان المشرق العربي يعني هو شيء غير مقبول وشيء يعني غير مقبول لماذا؟ لأنهم إذا كفرتم الرئيس السابق فلماذا لم تكفرون عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب في وقت مجاعة في وقت ظروف سيئة لم رفض تطبيق حد قطع يد السارق في ذلك الوقت يعني الشريعة أيضا تتأقلم مع الواقع تتأقلم مع الواقع والطريقة العمودية التي يعتمدها الفكرة الأخوانية المشرقي هي طريقة يعني غير إفكاس دونك سيتونة الطريقة يعني يعني تجد في بعض الأحيان نفسها خارج الواقع وليس لها أي نجاعة سنتصفح بعض صفحات الفيسبوك على دونك لنرى ماذا قالت العربي على الأخوان التونسيين وكيف رد وجدي غنيم على عبد الفتاح مورو وعلى الإمام البشير بن حسن نشوفوا لبوست تمتاعيات عرابي دونك تتهجم على عبد الفتاح المورو وعبد الفتاح مورو ويتطاول على فطيلة شيخ وجدي غنيم شخص دايوث رأيه أن زواج المسلمة من غير المسلم حرية شخصية ومحرم شرعيا شخص عينه زوجة ابنة قنصل لتونس في فرنسا ويقف ليمثل على المسرح لم تفهموا هذا هم يمثلون أنهم حركة إسلامية لتمرير كل قدرات النظام العلماني التونسي يعني هي تعتبر النظام الأخواني في تونس هو نظام علماني وموافق للعلمانية وبطبيعة تونسا يردون على هذه المتطرفة أنت بعيدة كل البعد عن الفكر العقلاني الذي يسود في تونس بينما الفكر العاطفي المسلح به لا ينتج إلى الدموع الأطلال والأفكار البالية والتكفير المتكلس بغير علم وهما يرهب ولا يرغب ويفرق الشيخة واجدي يرد على باشير بن حسن يعني التونس يردوا كلام فاضي عدم تسلسل الأفكار لا وجود لمبرارات وايثبتت بالحجة الدامغة من واجدي غنيم فكر سطحي لغة فيها التهريش وأكثر من الواقعية منطق بعيد عن الدعوة وأقرب ما يكون البلطجة على كل أرض الشيخة باشير بن حسن إذا يكونوا جاهزين وتلاحظون الفرق الكبير بين هذا وذاك إفكتف من فرق كبير بين الفكر واجدي غنيم وفكر البشير بن حسن البشير بن حسن بصراحة رائع في تفكيره ورائع في الحجاج بتاعه رائع في خطابه يعني أكثر ذكاء وأكثر حنكة وأكثر حجة من خطاب سيد واجدي غنيم اللي هو خطاب يعني يعتمد على النقل ورنع نشوف حاجة أخرين المنافق عبد الفاتح مورو من أراد أن يفطر في رمضان فهو حر غذيفة ذلك المنافق إبعاد الناس عن الإسلام من رجع الدرجة فدرجة هذه سلوكيات شخص يظهر الإسلام لكي يحاربه من الداخل سواء كان هو أو الغنوشي يعني عند الإخوان المشرق هناك ثقافة الاختلاف لا يقبلونها لذلك هم لا يقبلون ثقافة الاختلاف وبالنسبة لهم من أراد أن يفطر في رمضان فهو حر ولكنه بالنسبة لهم ليس حر ويراد عقابه الكلام المنحرف الذي يقوله ذلك الدايوث المدعو مورو لا يمكن أن يصدر أساساً عن وسلم يعني هي تصف عبد الفاتح مورو بالدايوث يعني يبغمه مبالغة في هذه الصفة وغالطة على طول الخط أيضا الدايوث عبد الفاتح مورو زواج المسلمة من غير المسلم حرية شخصية يعني هي حرية شخصية يعني الإخوان المسلمين في تونس يقبلون بحرية الرأي يقبلون بالاختلاف وتقول أيضا وظيفة هذا المهرج وأمثاله في حراكة النهضة المشبوهة هي تقديم إسلام منزوع الإسلام يرضى عنه أسيادهم وأن يضللوا الناس يعني بالنسبة لهم الأخوان المسلمين في تونس لذلك يقدمون التنازل تلو الآخر معتقدين أن مزيدا من التنازل يقابله مزيدا من الريضة الغربة ولكن هاي هات فاعتبروا يأولي الأبصار يعني هما بالنسبة لهم التنازل والتوافق والتصالح بين بين حركة النهضة وبين العلمانيين يعني هو ظلال يعني هو تنازل وليس تصالح في المصلحة العامة التي تخدم كل المجتمع التونسي يعني طريقة تفكيرهم طريقة تفكيرهم يعني 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 يجب أن نطبق النص تطبيقا تطبيقا كاملا من غير ما نفكره في المصلحة العامة للمجتمع هنا دونك هجمة كبيرة كبيرة جدا على 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 الأخوان المسلمين في تونس من طرف الأخوان المشرق ونشوفوا يعني الفرق الكبير بين أخوان المشرق هما أخوان يعني متشددين عموديين تفكيرهم عمودي وتفكير نقلي وأخوان المغرب العربي وخاصة الأخوان في تونس هما تفكيرهم عقلاني وتفكير متأقلم مع الواقع نشوفوا الفيديو متاع وشدي غنيمة ولذلك الحديث عن أنس رضي الله عنه قال مروا بجنازة جنازة معدية فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبة ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا نقولهم لا وأنتم اللي بتقولوا خير وبتقولوا شرا على الجنازة المعدية أنتم ملكم بشير بيقول إحنا دعات الله قضاء شوف شوف النبع السلام لما أثنوا عليها شرا قال وجبة فسيدنا عمر بيقول له وجبة يعني يا رسول الله قال هذا أثنيتم عليه خيرا يعني حكمت عليه فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض ده حديث رواه البخاري ومسلم طيب اللي بيقولك لا إحنا مش قدار طيب جميل مين اللي يعمل عملية للعيان؟ الطبيب ومين اللي يبني عمره؟ المهندس ومين اللي يفسر لنا الدواء يدهوننا؟ الصيدلي ومين اللي يقول هذا كافر ولا هذا مسلم العالم العلماء العلماء الربانيون دول اللي يقولون وإلا مين حيقول لنا طيب ولا خلاص الكفار خلصوا خلاص ما ليش كفار بعد الكفار دونك شفنا اللي هو يعني يعني بالنسبة ليه التكفير حق من حقوقه لأنه عالم من علماء الإسلام وهذا يعني تفكير تفكير الأخوان المسلمين في المشرق يعني هو يحكم بالحياة وبالموت على الإنسان المختلف في الرأي إذا اختلف في الرأي وإذا يعني رأي غير مطابقة للشريعة الإسلامية يعني يعتبره العالم كافر ويطبق عليه حد الردة يجب الذكر أيضا أن حد الردة لم يذكر في القرآن ولكن ذكر في الصنة إذا أعجبكم الفيديو لايك شاركوا علقوا شاركوا في صفحتي يس بوك في صفحتي يوتيوب بارتاجيوا ومتنسي واشتخلي تعليقاتكم كما أعجب عن دلوقت حالي أعجب السلام وفي صفحتي أعجب أعجب ترجمة نانسي شكرا 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 شكرا